ايضا من مميزات العزيز السيرفر اللي هو التقارير سبق شرحنا عن التقارير ومميزاتها ففي عندنا ميكانيكية مميزة صنع أدق وأفضل تقارير لكل وبعض عمليات الشبكة بدون أخطاء تذكر التحكم الكامل بتفاصيل التقارير حسب الرغبة وبدورها يتم تحسين أداء منظومة شبكية نلقي نظراء هنا مكلال اللي هو كاستمايز السامري سرحت قبل كيلر اللي هو خيارات التقارير وبإمكانك تعطي أو تغير موطيات التقارير يتم استخراج التقارير على هيئة صفحة HTML مما يسهل حصول عليها لاحظ ان الربورست عند انشاءها رح يتم شكل دوري وعرضها رح يكتم عرضها عن طريقة متصفح كملف HTML وهذه ميزة رائعة بإمكانك حصول على تقارير من أي مكان بالشبكة بدون الاستعانة بأي برامج خاصة أيضا يتم استخراج التقارير باستخدام لغة XML مما يؤمن أمرنا المطورين لاستخدام وتخزين وعرض التقارير وبرمجتها حسب الرغبة هذه ميزة جدا رائعة في الآيزي سيرفر بحكم ان الآيزي سيرفر يستعين بلغات البرمجة المعروفة ضمنها الآيزي سيرفر الآيزي سيرفر الريبورت هنا تلاحظ انه XSL ملفات البرمجة الريبورت شارت والريبورت كنتين والريبورت داتا والريبورت فريم والريبورت هيدرز هذه بإمكانك تستخدمهم لصنع تقارير خاصة غير متوفرة في الآيزي الآيزي مسبقا أيضا يعتبر الآيزي متعدد الشبكات في خادم واحد مميزة تأمكانية استضافة خدمات الآيزي سيرفر لعدد شبكات مختلفة نمط ذات أقنع شبكية مختلفة بنفس الوقت هذه بإمكانك تضيف عن طريق النتورك تضيف أيضا شبكات مختلفة ومن خلال إضافتك الشبكات بإمكانك تضيفها عن طريق أدابتر أو محول شبكة مختلف وهذا المحول يحتوي على قناة شبكة مختلف حتى يتعامل مع الأجزاء بكل سهولة بدون إضرار لصنع سيربر مستقل بكل شبكة أيضا يمكن يتعزل أجهزة الخادمات عن الشبكة الداخلية والشبكات الخارجية والحصول على الشبكة الثلاثية والتعامل مع عدة محاولات شبكة التي سبق اتذكرناها بالتمبلت الذي هو ثلاثة الاتجاه وهي يكون عن طريق إضافة ثلاثة كروت شبكة شبكة خاصة بالإنترنت وشبكة خاصة بالخوادم وشبكة خاصة بالأجهزة الطرفية داخل الشبكة سهولة رائعة وخيارات متخدمة للمحترفين وقدرة على ربط عناصرين بخيارات مختلفة عن باقي العناصر وتحت شروط خاصة اشتركوا في القناة